شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره العراقي محمد شيع السوداني افتتاح فعالية منتدى رجال الأعمال المصري العراقية وخلال الافتتاح القامدبولي كلمة أكد خلالها حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين ممثل قطاع الأعمال في البلدين كما جدد مدبولي التأكيد على جهزية مصر للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتنفيذ المشروعات الخاصة بعادة أعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها